أهلا بكم الجميلة إيمان الطوخي أول مرة تخرج عن صمتها وبتكشف علاقتها بحسن مبارك وبتهدي التهديدات قوية جدا لأولاده جمال وعلاق مبارك تعالوا نعرف هو فيه إيه؟ ليه الإشاعات اللي كانت بتطلع عنها؟ ده اتضح إن فيه حقائق مش مجرد شائعات وليه في الوقت ده بالتحديد قررت إنها تطلع وتتكلم؟ طيب ما انت سكتة من زمان؟ إيه حقيقة إنها ليها ابن وخفيها عن الجميع؟ ويا طرى ده ابن مين؟ وليه تركت الفن والغناء وما بقتش موجودة على الساحة ولا حتى بتحب تتكلم؟ ليه في الوقت ده بالتحديد بتظهر كل هذه الأمور؟ هنعرف مع بعض تفاصيل وأسرار بيتم كشفها لأول مرة عايز أقول لكم إن فيه ناس كتير جدا فاكراها إنها بنت المبتهل الشيخ والمقرق محمد الطوخي اللي بيغني ماشي بنور الله لأ هي بنت طبعا محمد الطوخي هي بنت محمد الطوخي الممثل والإزاعي ومخرج التمثيل اللي ظهر في فيلم رنة الخلخال وكمان شهيدة الحب هو كان دايما بيطلع في الأفلام الدينية هو اسمه محمد كامل الطوخي خريج معها التمثيل قدمه سلسلات دينية من إخراجه وكمان هو اتخرج من كلية الزراعة أبوها كان متجوز الفنانة وداد حمدي اللي دايما بتطلع حدامة وهي مش أم إيمان الطوخي يقال إن أم إيمان الطوخي سيدة إنجليزية لكن هي منصورية من المنصورة وملهاش أخوات جميلة جدا 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 إيمان الطوخي والكل بيشهد ببراءة شكلها وبراءة جمالها جمالها البريء إيمان الطوخي موليد 11 يناير 1958 أبوها إزاعي راحت معا ميلاد يعني واحدة كان رايح معاها وبيحضروا عيد ميلاد وبعدها ناس شافتها وحاولوا يدخلوها في التمثيل لأنها أو الغناء لأنها إنسانة شكلها جميل وكان الكل اللي بيشوفها كان بيحبها بالمناسبة أبوها كان معاه مرة لقاء إزاعي في الصفارة الإنجليزية وهو بيسجل فيه مع السفير الإنجليزي السكرتيرا اللي كانت بترجم اللقاء ده كانت بتعرف عربي في الوقت ده حبها جدا وشافها وأعجب بيها جدا وتجوزها وهي السيدة دي اللي بنتكلم عليها هي تبقى والدة إيمان الطوخي عايز أقول لكم بقى تفاصيل لأول مرة هنعرفها دلوقتي إيمان الطوخي إيمان وصلة السنوية الكل كان بيحبها كانت خجولة ومهزبة جدا جدا دخلت جامعة القاهرة دخلت كلية الأعلام وقسم إزاعة وتلفزيون أول ما دخلت في واحد كان موجود هناك في مصرح الجامعة مخرج معروف اسمه فؤاد عبد الحي أكبر منها بخمستعشر سنة هو أخرج حوالي تسعين فيلم منهم الأولة في الغروم وأخرج مصرحية إن كبر ابنك وكمان لما شاف إيمان غواها بالفن بعدها بالفعل اتخطبوا فضلوا من أولى جامعة لحد سنة ربعة جامعة لكنها بعد كده رفضت وقالت لي أنا مرتحتش معاه وأنا حاسة إن انت أدى أبويا أو زي أبويا بعدها شافها محمد ضياء الدين الملحن هو يعتبر محمد ضياء الدين ده على فكرة متجاوز نص سيدات الوسط الفني كان متجاوز أمان ماهر وكمان جنات وخطب إيمان الطوخي أبو كان متجاوز نسرين كمان اللي اعتزلت الوسط الفني وكمان اتجاوزت بعده محمد محي الدين دحلت في قصة الفن وغنت وغنيها اتسمعت جدا جدا من أنا من النظرة الأولى وكمان عملت مسلسل بوابة الحلواني مع محمود عبدالعزيز ورقفة الهجان سنة 2002 اختفت تماما من الساحة فترة وبعدين قعدت سنة وظهرت في احتفالات أكتوبر ظهرت عشان هتعمل أبرت في حفلات أكتوبر بعد ما خلصت الأبرت الفنانة وهما بسلموا طبعا على حسني مبارك وسوزان وكانت يعني وهي بتسلم على حسني قال لها ليه مختفية بقالك سنة عايزين نشوفك مشت والكلام لف في دماغها معقول مركز معي قوي كده وامتبعني معقول واخد باله إن أنا بقالي سنة ما ظهرتش وكمان تاني يوم بعتولها قالولها إن في حفلة في القصر ودي كانت أوامر لزكريا عزمي إدى أوامر لزكريا عزمي إنه عايز البنت دي الكلام ده مكتوب ومعروف وناس كتير اتكلمت فيه لكن الكلام ده طبعا مش كان مجرد كلام لأ يقال إن طبعا حسني مبارك أخدها وتجاوزها في السر وسوزان ما كانتش لسه تعرف وافقت معاه ويجاب ليها أصر من غير محد يعرف وابتعدت عن الفن تماما المهم في يوم من الأيام وصل الخبر ده لسوزان وقالت حسني يتجاوز علي أنا فقالت طبعا مين اللي يتجاوز على سوزان وبعدت لصفوة الشريف وقالت له حسن تجاوز إيمان الطوخي اتصرف وهي قالت لحسني لازم ما تخرجش من البيت ولازم تخلص من البنت دي صفوة الشريف أصدر أوامر للبنت إن إيمان ما تظهرش تاني تماما وكمان عايز أقول لكم بعد ما طلقت من حسني مبارك وهي بتمثل مسلسل من المسلسلات عملت فيه شوية مشاهد كانت رايحة تكمل المشاهد بتاعتها عادي قالوا لها أنت ممنوعة من الدخول ممنوعة تدخل التلفزيون من بابه عرفت مين بقى اللي عمل فيها كده واحد قريب منها قال لها ابعدي ابعدي شوية ابعدي تماما عن كل حاجة علشان اللي مستنيكي أنت مش قده ظهرت بعدها في 2011 اتجوزت واتطلقت لكن ناس بتقول ناس اتدخلت إن فيه ولد فيه ولد ناس تقول لك إن ده ابنها آه هو ابنها المفروض إنه إنها ليها ولد ومتسجل باسمها كان ظهر فيه إعلام الوراثة طب جمال وعلاء وسوزان الله أعلم الحقيقة فين لو هو فعلا ابن حسني فين إعلام الوراثة ليه أخفطه عن الجميع ليه حايزة تظهره في الوقت ده الولد كبر وعايز طبعا شهرة وبطالب في ورثه بحسني مبارك وده حقه وحقه الشرعي وبعدين هي ما كانتش عاملة حاجة حرام أو غلط سيدة كانت متجاوزة وكانت متجاوزة على سنة الله ورسوله الزواج كان سري ولكن كان ما كانش حاجة حرام كان بأوامر من سوزان إنها تختفي وهي كمان لما عرفت إنها حامل اختفت تماما تماما كانت خايفة أوي لما يعرفوا إنها حامل إنهم يتخلصوا منها أو يتخلصوا من الجنين اللي في بطنها وده اللي خلاها تبعد بعدت فترة طويلة جدا جدا ولكن ما زالت طلتها الجميلة الكل بيحتفي بيها بيحبها من الوهلة الأولى الفنانة الراكية الجميلة المؤدبة المحترمة اللي اعتزلت كل حاجة في حياتها الفنانة إيمان الطوخي بنتمنى ليها دوام الصحة والعافية إن شاء الله شكرا جدا جدا لحضراتكم استنوا منا مفاجئات وحقائق لأول مرة